ارتفاع على درجات الحرارة مجدداً لليوم والأجواء دافئة إلى بارد نسبياً أثناء الليل وفرصة لظهور السحب المتفرقة أما عن التقس الليلة في عمان يكون التقس بارداً بوجه عام وتصل درجة الحرارة إلى 18 درجة مئوية وتنخفض ليلاً إلى أقل من ذلك ونسبة الرطوبة بتكون 43% أما اتجاه الرياح تكون شمالية غربية التقس خلال أيام القادمة في المملكة غداً الثلاثاء اندفاع كتلة هوائية حارة نسبياً وارتفاع إضافي على درجات الحرارة والتقس حار نسبياً وتصل درجة الحرارة إلى 31 تنخفض ليلاً لغاية 22 درجة مئوية أما عن يومي الأربعاء والخميس تصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل بحدود 10 درجات مئوية وتصل درجة الحرارة يوم الخميس ل33 درجة تنخفض ليلاً لغاية 20 درجة والآن ننتقل معكم إلى درجات الحرارة في المحافظات والمدن الأردنية ونبدأ من شمال المملكة بإربيت بتكون اليوم 34 بجرش 34 أيضاً بعجلون بتكون 33 منكمل درجات الحرارة حتى نوصل المفرق الليلة بتكون 16 والنهار اليوم 23 بالزرقاء 18 ونهار اليوم 33 بالصلت 32 لليوم أما مطار الملكة علياء بتكون أيضاً 33 والأجواء صافية أما مادبة بتكون 31 بالبحر الميت الأجواء شديدة الحرارة تصل لغاية 39 الكرك 31 أما الطفيلة 30 والأجواء صافية بيمعان بتكون 30 وبالليلة بتكون 17 أما العقبة بتكون درجة الحرارة تصل لغاية 39 والأجواء حارة أما برويشد بتكون 15 و 31 نهاراً ملخص الطقس في المملكة ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وكتلة هوائية حارة نسبياً يوم الثلاثاء والأجواء حارة يوم الأربعاء من المحلية للعالمية ننتقل إلى درجات الحرارة لمدن ودول حول العالم ترجمة نانسي قنقر